أكد وزير الدولة محافظة العاصمة عدن أحمد حامد لملس أن مستشفى الجمهورية التعليمي هو رئة ومتنفس المرضى في العاصمة عدن وعموم المحافظات مبديا استعداد سلطة المحلية لتقديم الدعم اللازم للمستشفى وفق الإمكانيات المتاحة وشدد لملس خلال لقائه إدارة المستشفى بديوان عام المحافظة على أهمية الوقوف ودعم رؤية إدارة المستشفى والمساهمة في إنجاحها مشيدا في السياق بجهود الإدارة للنهوض بواقع المستشفى وتحسين خدماته المقدمة للمواطنين